قالت القيادية في إصلاح حضر موت عبير رزق إن تجديد الإصلاح عبر الانتخابات يعكس طبيعة الحراك الديمقراطي الذي يعتمل داخل الحزب ويسهم في تعزيز العمل السياسي والمضي نحو المستقبل وفق رؤى واضحة وقيادة جديدة جاء ذلك في المهرجان العيدية السنوية الذي قامته دائرة المرأة بالتجمع اليمن الإصلاح يوم أمس في مدرية سيئون بحضور جمع غفير من نساء المدرية وأكدت رزق أن التجمع اليمن الإصلاح وقف طيلة العقود الثلاثة الماضية من عمره إلى جانب الشعب حاملا قضاياه وهمومة ومتطلعا إلى مزيد من البناء والتنمية وتعزيز الشراكة السياسية مع كافة الأحزاب والقوى والمكونات الاجتماعية وأشارت رزق إلى وقوف المرأة الإصلاحية مع أشقائها الرجال في صف السلطة الشرعية وأشددت على ضرورة إنهاء الانقلاب الحوثي والقضايا على الميليشيا المتمردة حتى تنعم اليمن بالخير والسلام